نتحول إلى أسواق المال حيث أنهت البرصة المصرية التعاملات على تباين في أداء المؤشرات وترجع رأس المال السوقي 7 مليارات و 800 مليون جنيه عند مستوى 742 مليار و 800 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بالنسبة 700% ليغلق عند مستوى 11685 نقطة أما الانخفاضات كانت من نصيب مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 والذي انخفض بنسبة 379% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة كما هابط أيضا مؤشر EGX100 والذي انخفض بنسبة 92% ليغلق عند مستوى 3209 نقاط نتحول إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري يسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيه و 64 قرش شراء و 15 جنيه و 77 قرش للبيع اليورو سجل اليوم 18 جنيه و 12 قرش شراء و 18 جنيه و 28 قرش للبيع الجنيه الاسترديني 21 جنيه و 35 قرش شراء و 21 جنيه و 54 قرش للبيع وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 4 جنيه و 25 قرش شراء و 4 جنيه و 30 قرش للبيع في حين سجل الريال السعودية 4 جنيه و 17 قرش شراء و 4 جنيه و 21 قرش للبيع تهربا تهربا تهربا